في حكايات بحب أن حضراتكوا تتابعوها لأن حباليها تطور كبير في الأيام القادمة من كم يوم سيادة المسشار توركي آل الشيخ كتب بوست على الفيسبوك بتاعه قال فيها نظرا لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما يخدم تطور الصناعة والترفيق وحرصا من محتوى عالي الجودة وترفيه يخدم قطاع الترفيه ولا حرصنا على تطوير إمكانات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموما المهتمين في هذا المجال أدعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريبا نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيرا بشفافية ووضوح وستتفجأ بالنتائج سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الرعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والإعلان وستصل الدعوة مني شخصيا لكل الراغبين بالحضور أخوكم توركي آل الشيخ بعد ما نزل البوست ده بدقائق لقينا تأييد واضح جدا من قنوات MBC تأييد واضح جدا من قنوات روتانا تأييد واضح جدا من قنوات الERT تأييد واضح جدا من وزارة الثقافة السعودية يعني فجأة ابتدى يتكون شكل لهذا التحالف أو شكل لهذا الانتاج اللي هزا يحدث ولما يكون ده موجود انت عندك كل العناصر موجودة في الفنانين العرب والكفاءات العربية في الشركات الانتاج في المحطات الإقليمية الكبيرة في المنصات زي شاهد يعني التوليفة بتاعت انه يبقى فيه انتاج عربي جبار كبير موجود فقولنا عايزين نفهم هذا الامر ايه ابعاده لأنه ده يعني لو الكلام ده نقدر نتخيله احنا بنتكلم على كيان انتاجي عربي كبير حينزل السوق العربي في الايام وشهور القادمة معنا سيادة مصشار توركي قال الشيخ رئيس هاي الترفيه السعودية اهلا بيك فاند اهلا يا عمر امسي عليك والا المشاهدين الكرام ايه كانت الفكرة وراء البوست ده يعني الفكرة دي قاتت ازاي او كانت وليدت ايه هي مين فكرة هي حاجة يا عمر فيه تنسيق عالي المشتوى بين سمو وزير الثقافة الامير بدر فرحان ومعالي اخي الاكبر والدي الدكتور ماجد القصبي وزير الاعلام السعودي وبيننا احنا في هيئة الترفيه وبين التجار وصناع المحتوى في المملكة العربية السعودية وبين الكينات الاعلامية الكبيرة زي ان بي سي وزي روتان وزي ارتي يعني الكينات اللي انا تخصنا في المملكة العربية السعودية عمر احنا في حاجة الى كونتنت محتاجين لمحتوى ومحتاجين لمحتوى هذا يكون نظيف وراقي واعلى مستوى ويراعي عاداتنا وتقاليدنا ويراعي كل ما فيه خدمة للشباب والشابات السعودية السعوديين في المقام الاول والعرب بشكل عام